بعد ست ساعات من المطاردة سلم منفذ عملية القدس أمير صيداوي نفسه صبيحة اليوم إثر اعتقال الاحتلال الإسرائيلي عددا من أفراد أسرته في بلدة سلوان وكان الصيداوي قد نفذ عملية إطلاق نار أوقعت تسع إصابات في صفوف المستوطنين بعد منتصف الليلة الماضية في القدس المحتلة الموقع مدخل حائط البراق ساعة خروج المستوطنين المقتحمين لأداء صلوات تلمودية هناك بعد انتهاء ما يسمونه بالسبت المقدس هو موقع ذو بعد أمني كبير مراقب بالكثير من الكاميرات وفي محيطه ثلاثة حواجز عسكرية لشرطة الاحتلال في المدينة التي يقول الكيان بأنها عاصمته الموحدة أما التوقيت فبعد أيام من اغتيال المطلوب الأبرز للاحتلال في نابلس الشهيد إبراهيم النابولسي واستعراض العضلات لرئيس الحكومة البديل يائر لبيد باغتياله اثنين من أبرز قادة الجهاد الإسلامي خلال العدوان على غزة خرج شاب فلسطيني يحمل مسدسا قال الاحتلال بأنه أطلق من خلاله عشر رصاصات فأوقع تسع إصابات في صفوف المستوطنين ثم انسحب من موقع العملية وتجول بكل أريحية في المدينة المقدسة بينما كانت قوات الاحتلال تطارده لست ساعات سلم المنفذ نفسه بعدما اعتقلت قوات الاحتلال أفرادا من أسرته في بلدة سلوان بالقدس المحتلة حيث وصل لتسليم نفسه بمركبة تاكسي فيما عثر على مسدسه داخل المركبة بعد ذلك وفيه رصاصة واحدة متبقية فقط لبيد كان يتحدث عن استعراضية في الأيام التي مضت بأنه استطاع أن يقوم بتصفية ثلاثة قادة كبار اثنين في قطع غزة وفي الضفة الغربية واحد اليوم يلطم لبيد بعملية في منتصف مدينة الكدس في منطقة تعد إسرائيليا استراتيجية في البعد الديني واستراتيجية في الرقابة الأمنية والأسرائيلية يقول محللون بأن العمليات تسجل فشلا استخباراتيا كبيرا للاحتلال في ظل توقعات محللين القنوات العبرية بعودة موجة العمليات الفدائية بالداخل المحتل يعني من يقرأ بيننا السطور ماذا يقول الإعلام العبري السؤال الدائم هو إلى متى وماذا بعد بمعنى أن هذه العملية أثارت لدى الإعلام العبري الشجون فيما يتعلق بأن سلسلة العمليات ستعود وبأن الخطر الموجود الآن في الداخل المحتل سيتكرر وبأن إسرائيل لا تمتلك حلول سحرية وهذه أهم النقاط التي يتناولها الإعلام العبري الآن بشكل متواصل يرى الفلسطينيون في أن عملية القدس ستشكل تحديا كبيرا للاحتلال كونها تحمل رسالة للبيد ولقيادة جيشه وشرطته بأن سلسلة الدم المراقة في الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن تمر هكذا وأن ما جرى فجرا كان في هذا السياق من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا انتقد الاتحاد الأوروبي سياسة لاحتلال بتوسيع عمليات الهدم والمصادرة في المناطق المصنفة جي من الأراضي الفلسطينية في خطوة قلم حللون السياسيون إنها لا تكفي لعدم قيامه بخطوات عملية تمنع انتهاكات الاحتلال مجرد الانتقاد فقط كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي لسياسة كيان الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو من وجهة نظر المحللين فإن الاتحاد الأوروبي يقع عليه اللوم نتيجة تنامي الهزمة الاستيطانية في المناطق جيم إذ إنه من بين ما تم هدمه من المباني والمنشآت بنيت بدعم أوروبي والنقد وحده اليوم من وجهة نظرهم لا يكفي الاتحاد الأوروبي عمليا مواقفه تضعف أكثر وأكثر خاصة بعد أن الرباعية ولدت ميتة أصلا والإدارة الأمريكية بعصر ترامب غيرت قواعد اللعبة تماما وتوحش اليمين الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية المتعاكبة لم تبك شيئا لقصة حل الدولتين وبالتالي ربما كان الاتحاد الأوروبي هو آخر من يؤمن بهذا الحل ولكنه أيضا لا يعبد من أجله عمليا في نهاية الأمر الاتحاد الأوروبي يقبل بأرضه بالأمر الواقع وهو أمر استعماري خلال أقل من سنة هدم الاحتلال أكثر من ألف مبنى ومنشأة في المناطق المصنفة جيم وكانت النسبة الأعلى منها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبهذا لم يبقى للفلسطينيين سوى الفتات الأمر الذي يوجب حراكا شاملا بحسب المختصين بشكل عاجل إسرائيل ماضي قدما بعمليات الضم والتهجير لم يتبقى للفلسطينيين شيء هناك لم تعد التجمعات البدوية والزراعية هناك تحتمل حجم الضغوطات الهائلة عليهم هناك الكثير منهم بدأ بالرحيل ولنواجه هذه الحقيقة إذا لم يكن هناك وقفة جدية مننا كفلسطينيين ومن العالم العربي ومن المجتمع الدولي ستخلى من المناطق الأمبار وأن يكون ذلك بعيدا فبالتالي هناك مسؤولية تاريخية يجب على الكل أن يتحملها وأولهم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي منع إعطاء تصريح البناء في المناطق جيم أول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني إضافة لهدم المباني القائمة ومصادرة الأراضي بشكل مستمر ومنع المزارعين بشكل كامل من الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلال أراضيهم من مدينة رمضان محتلة محمد حسين رؤيا وإلى العراق حيث قال مجلس القضاء الأعلى أعلى سلطة قضائية في البلاد قال إنه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب يأتي ذلك بعد أن طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع وذلك بدعوى مخالفات دستورية متمثلة بانتهاء مهلة اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد ويواصل كل من التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما عبر اعتصامات مفتوحة في العاصمة بغداد مثل منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رجدي أمام قاض في ولاية نيويورك الأمريكية دافعا ببراءته من خلال محاميه الادعاء العام وجه عفوا للشاب الأمريكي من أصل لبناني هادي مطر وجه له تهمة محاولة القتل والاعتداء وسيمتل أمام المحكمة مجددا في التاسع عشر من آب الحالي وكان رجدي قد تعرض لهجوم يوم الجمعة الماضية خلال تواجده في مركز ثقافي لإلقاء محاضرة فيما قال وكيل أعماله إنه يتماثل للشفاء في أحد المستشفيات ضمن ما يزيد عن 63 ألف مبرمج يعملون في قطاعات الإمارات كافة يبرز مبرمجون أردنيون متميزون في مجالات ذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وهو رقم يدل على أهمية لغة البرمجة في سوق العمل الإماراتية وتزايد إقبال المبرمجين على العمل في الدولة بفعل زخم المبادرات التي تحفزهم على المزيد من الإنتاج والابتكار قصص النجاح خططها أنامل مبرمجين أردنيين في الإمارات لسيما عندما نتحدث عن التحول الرقمي الحكومي وتصميم المواقع الخدمية فبرزت الإنتاجات البرمجية الأردنية التي تنافس لا بل وتضاهي الإنتاجات العالمية نحن كمجموعة من المبرمجين الأردنيين تمكننا من أن نعمل منصة لأتمتة الأعمال والتحول الرقمي تحديدا وهذه المنصة قدرنا ننافس فيها منتجات عالمية وبالفعل تفوقنا على منتجات عالمية بفضل البيئة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله قدرنا نطبقها بعدد كبير من الجهات الحكومية في دولة الإمارات وأنا كمبرمج أردني قدرت أستفيد من هذه المبادرة والفرص الكثيرة بإني أنجح بوظيفتي وأستقر فيها بالإضافة لإني أنشأت منصة إلكترونية خدمية لقيت نجاح كبير وأكثر إشي خلال فترة كورونا وسهلت عن الناس قضاء احتياجاتهم اليومية وتقصير مسافات في حال كانوا بدهم يسافروا من بلد لآخر وتولي الحكومة الإماراتية حرصا بلغا على بناء وإعداد جيل جديد من الشباب المبرمجين للإسهام بمسيرة تطوير الدولة وتنميتها على صعيد الرقمنة والبرمجيات والدكاء الاصطناعي في برامج العلوم التكنولوجيا نسعى دائما إلى توفير العديد من الورش والبرامج التي تعزز وتنمي مهارات المنتسبين الموجودين في ناشئة الشارقة لعلى الأبرز هذه البرامج التي نقدمها نحن وهو برنامج مستقبل الطاقة وبرامج الروبوت منها برامج الروبوت وبرامج البرمجة بمختلف أنواحها نقدم العديد من الورش ونسعى أن نكون حاضن لجميع المواهب للمنتسبين هذا وتكثر المبادرات التي تستهدف استقطاب المواهب البرمجية والعقول التخصصية لخلق مجتمع برمجي منافس منها على سبيل المثال مبادرة المليون مبرمج عربي والمليون مبرمج أردني التي أطلقت بإطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية في مجال التحديث الحكومي وتعزيز الابتكار الرقمي لا يختلف اثنان على أن التحول الرقمي في قطاعات العمل حكومية أكانت أم خاصة أصبح الشاغل الأبرز في وقتنا الرهن تحول عالمي يتطلب وجود مبرمجين أكفاء كحال الكفاءات الأردنية التي يشهد لخبراتها ومهاراتها داخل الوطن وخارج حدوده رؤية رضي عبو حسان دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر